انه الواحد الحرية السياسية في مصر الحرية السياسية في مصر محدودة للغاية وهمية شية جدا وجيه بعض الناس منشاغلة جدا بانه ده يعني الحرية السياسية لا بتبقى محدودة في اي بلد بتبقى البلد مكتومة صحيح ماشي وده كلام منطقي يقوم الاطراف الاخرى بقى بدل ما تبقى عندها رغبة ان الحريات السياسية تنفتح وتنفرج لا ده عادي يقفل في الحريات التانية حرية تفكير حرية فن حرية ابداع حرية بحث علمي يعني الحريات انواع ماشي وكلها تصم فيه العنوان الكبير وهو الحرية وإيه الهدف ان الحرية الهدف الحرية ان المجتمعات تبقى سعيدة وتتقدم السعادة هي غاية الغيات كل اللي احنا بنعمله ده عشان المجتمعات والانسان عشان الانسان يبقى سعيد راضي وسعيد فالاخر راضي سعيد ده بقى علشان يوصل للمرحلة دي لازم يكون حر بعض التوجهات الدينية والسياسية بتحاول تصور للناس انه السعادة انك تبقى عبد وانك تبقى تابع بالعكس بقى كمان ده بعض المثقفين او بعض الفنانين او بعض مقرر كمان انك انت يعني السعادة او انه النموذج الامسة ليك انك تعمل زي اللي بتعمل قبل كده السنين اللي فاته دي كلها ومحدش يفكر في اي حاجة جديدة فكل اللي بيقول لك ايه اصلاها زي عليين ان تقفل باب الاكتهاد ده هما مش بقفلوا باب الاكتهاد الديني ده قفلين باب الاكتهاد السياسة وقفلين باب الاكتهاد الفني وقفلين باب الاكتهاد التاريخي وقفلين باب الاكتهاد العلمي فالقصة مش وقفة على فكرة حرية سياسية غائبة لانه بالمناسبة الحرية السياسية دي ممكن تجلب رجعية ممكن تجلب اخوان مسلمين ممكن تخلي المجتمع يتحكم من السلفيين لو احنا سبنا الحراس يا سيل وحدها كده لو حراس يا سيل وحدها كده بالتصور السازك بتاعها وبالتصور الاخواني بتاعها وبالتصور السلف بتاعها زبط سنديق افتح يا جدعي السنديق تاجري يا جدعي في الدين اضحك على الناس وقول لهم اللي يدي صوته يخش الجنة فينتهي لك الى ان حرية سياسية حرية رجعية وحرية تخلف وتنتهي بينا التسليم نفسنا مرة اخرى للجامعات الاسلامية السلفية او الاخواني ده لو انت اقتصرت الموضوع على حرية سياسية فقط تتخطف من ايدك على فكرة كمجتمع وتوجه حرب ضده ويجي ناس ضد الحريات السياسية اصلا وشايفينها حرام والديمقراطية حرام يكسبوا بالديمقراطية ده لو قصة قصة حرية سياسية بس وده اخواننا اليسار مش عايز يصدقوا او مجموعات جوه اليسار مش عايز يصدقوا متصور انه لاي حرية سياسية بس فييجوا السلفين واسلاميون ده اختيار يعني باي منطق باي معنى يعني لكن عموما ده قصة تفصيلية يعني نتناقش فيها لو عندنا الحرية دي احنا نتناقش فيها مع الاطراف كلها انما الاهم من الحرية السياسية دي حرية الفكر والعقيدة حرية البحث العلمي حرية الابداع لانه لو ما اتنفيذتش الحريات دي ولا امل فان الحرية السياسية تديلك حاجة عظيمة لقدام واتطور البلد بالعكس لو احنا ما عندناش الحريات حرية الفكر وحرية الرأي وحرية الفكر والعقيدة لو ما عندناش حرية البحث العلمي لو ما عندناش حرية الابداع فالحرية السياسية لو اتيحت في المجتمع هتسلم المجتمع تسليم اهالي للارهابيين وللجماعات الاسلامية وللاخوان على رأسه يبقى من مصلحة الطير الاسلامي يعمل ايه انه يقفل على الحريات التانية وانه يختصر الحريات في انه الحريات السياسية فان احنا نروح لانتخابات ونتنافس انتخابيا وانه لما ما باش فيه حرية انتخابات حرية سندي يبقى ما فيش ديمقراطية وما فيش حياة سليمة ويبقى المجتمع بيعيش في الدكتاتورية وانه الحكام ظلمة وانه بقى الطاغوت وكل بقى المفاهيم دي ليه؟ علشان هو عايز يقصر الحرية عند الحتة دي حرية السياسية وللأسف برضو بعضنا يعني وربما اكون منهم وربما اكون يعني مما افلت من هذا المنزلق عموما لغاية 25 يناير الناس كان حاكمها اوي وضغط على عصابة اوي الحرية السياسية وكان الحرية السياسية هي مفتاح كل شيء خالص مش مفتاح كل شيء والحرية السياسية هتودي لطريق واحد وهو غالبت اما الصوت بقى اللي هو بيشتري اصوات بالاموال ودخول بالي السياسي والحاجات دي او الصوت الاسلامي او السيطرة الاسلامية على الحكم يعني يعني معلش يعني انا كان نفسه اقول حاجة نجري كده يعني كان نفسه اقول انما ده مش حقيق هو ده الحرية السياسية في بلد معدهاش حرية تفكير حرية عقيدة حرية بحث علمي حرية ابداع كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب على طول فاللي بيحصل ايه كل سنة وانت طيب انسى يعني بتسلمها ساعات القلاص طيب فاللي بيحصل ايه الاتاري الاسلامي طول الوقت ومعاه برضو يعني عنصار الفكرة النبيلة بتاعة حقوق الانسان لكن الفكرة كلها بتصب في النهاية الى الحريات السياسية طبعا ده مش معناه دعوة اللي بيحصل في حريات السياسية التقول والتساخف ده معناه ان الحريات كلها تبقى مع بعض الهدف اللي انا بقوله ان الحريات كلها تبقى مع بعض وان الحريات دي بالمناسبة هي الاولى حرية الرأي والعقيدة والفكر والابداع والبحث العلمي هي المقدمات وهي الاولى وهي الاهم يعني لو بعملها اولويات هي الاهم من الحريات السياسية يعني لابا عندي بحث علمي في مصر ما بياخدش اذن امن الدولة او الامن الوطني القسم بتاع الكلية في رسالة الماجستير المقدمة او في السمينار اللي موجود خاصة ده عندنا حساسيا الوضوع ده ممكن يشكل مشكلة امنية ونروح بقى نستشهير الامن بتاع الجامعة اللي يحيله للامن الوطني او العميد نفسه او رئيس القسم نفسه يتطوع بالتواصل مع قيادات الامنية عشان ما خافت ان الموضوع او يرفضه ما خافت ان الامن يرفضه يرفض الموضوع انه يتحاول الى ماجستير او الى دكتوراه ده انا رأيي ده كارسة عن تزوير مقعة البرلمان يعني يزوروا مقعة البرلمان احسن ما انهم يمنعوا بحث علمي بالطريقة دي انه يبقى عندي في الازهر محدش يجرؤ يقدم بحوث في الازهر او رسال ماجستير او دكتوراه الا في المعتاد المألوف في اعادة انتاج ما هو منتج وانه لو اي حد اتكلم مثلا لو عامل عايز يعمل رسالة ماجستير ولا دكتوراه عن التأويل التاريخي للقرآن عن المفاهيم التاريخية في القرآن ده يتقطع لسانه ايده ورقبته ده هو عايز يعمل رسالة علمية ويمنعوها تماما عشان كده اي دراسة من اي نوع ذات بال هتلاقي معمولة بره هتلاقي بحثين مصريين بس ممنوعها في جامعات بره لان هنا مفيش بحث علمي بحث علمي يوك محزيره الامنية والسياسية خرافية ومحزيره الدينية وممنوعاته الدينية وتحريبه الديني انا بقولك انا يعني برضو مش عايز ابدو كأني في موقع التحدي لكن انا بتحد ان احنا نجيب عنوين اخر 10-15 سنة للدراسات العلوم السياسية في مصر او الكليات او كليات الازهر وصول دينه ولا غيره وتعالى نقعد نعد كده نشوف فكرة واحدة جديدة رؤية واحدة جريئة مستحيل هل انت تقدر البحث علمي في مصر يتقدم طالب ماجستير او دكتوراه في قسم علم النفس في كورية الاداب وبيشتغل على علم النفس السياسي ويقرر يعمل دراسة عن الصحة النفسية للملك فاروق وعبد الناصر والسادات مقارنة دراسة مقارنة مستحيل مش هيعكتبها اساس ممنوع مئات عشرات الدراسات ومئات الدراسات والعنالين البحث العلمي اللي اللي تنور اللي تغير اللي تعيد تشكيل العلم مرة اخرى اللي اتقربنا من فهم الأمور والحياة اللي اتقربنا من المجتمعات المتقدمة وندلس كل شيء وندعو تحت الفحص العلمي كل شيء ده كل ده ما فيش اصلا كله ماشي جنب الحيط او في الحيط البحث العلمي في مصر ماشي جنب الحيط او في الحيط فزعر داخلي وخوف من تدخلات الامنية او من الرفض الامني او من العقوبات الامنية اي دراسة بتتعامل بين جامعة في مصر وجامعة في الخارج دراسة مشتركة محتاجة خيبة موافقات امنية اجارك الله اللي هو والجامعتين يجاروا يقولها مش عايزين ان شاء الله معننا دراسنا اشتركوا في القناة